طيب دكتور محمود احنا عايزين نتكلم ونستفيد طبعا من خبرة حضرتك بنتساءل جميعا عن ايه التطور اللي حصل فيه اداء لعيبة الاهلي قبل مارس الكولر حاجة وتحديدا هو مش قبل مارس الكولر قبل ماتش سان داونز حاجة وبعد ماتش سان داونز حاجة تانية تماما فيه كده كيرف صعود للكيرف بشكل حاد ده تفسيره ايه طيب يعني احنا مستر كولر انا بعتبره هو ده مشروع لنادي الاهلي دايما لما يجي كل مدربين معينين او بيجي مدرب جديد يقول احنا بنعمل مشروع لنادي الاهلي يمكن انا كنت شاف ده فييلر وهو بالمناسبة برضه كان في المدرسة السويسرية بينتمي لمدرسة السويسرية بالصدفة يعني ومستر كولر بينتمي لنفس المدرسة ما كنت شاف ده او في موسماني يعني ان هو من نوعات المدربين المشروع اللي هو يبني فريق يعني موسماني انا طول الوقت شاف ان هو كوتش عايز لعبين جاهزين ما عندوش استعداد حتى هما كانوا كتير اوي يقولك ان هو ساعة يدي فترات راحة كبيرة اللاعبين اللي عنده مش عايز يطور من اداءهم اما مستر كولر لا مستر كولر مشروع كويس جدا للنادي الاهلي هو كوتش وفي نفس الوقت بيبني للنادي الاهلي فريق ما بيقولش انا اللاعبين اللي عندي القماشة رغم من الاهلي مفهوش العناصر اللي هي المميزة او اللي تقدر تقول النجم الكبير اصبح الفريق النهاردة بيقدي بشكل جماعي لكن هو اخي عمل الكلام ده ازاي اصوات الرجاء عمل الكلام ده وده السؤال يعني في كده لعيبة احنا كنا اي او جمهور النادي الاهلي كان فقد الامل فيهم يعني محمد هاني كان الاهلي فقد الامل فيه دلوقتي محمد هاني ما شاء الله الله اكبر الله اكبر نجم بيرسي تاو كان الاهلي فقد الامل فيه تماما دلوقتي نجم اليو ديانج حتى اليو كان مستوى بينزل دلوقتي الله اكبر ما شاء الله مش عايز بس يعني أحسدهم على الهوى فأنا حتى بقولك يعني حتى اللعيبة زت نفسهم الأداء بتاعهم فرق بشكل كبير جدا صحيح هو اشتغل على حاجتين الأداء الفردي للعبين ثم الأداء الجماعي اللو مسك بقى خط خط بقى على خط الدفاع محمد هاني ومحمد عم منعم مثلا خنقولي التلاتة اللي هم الموجودين بشكل وعلي معلول محمد هاني كان أداءه لا أنت مش هتقديلي بقى تروح على الخط تلعب وتروح تبس كده على الخط لا أنا أشتغلك أنك أنت الشغل بتاع الباكرايت المفروض النهاردة اللي أنا عايزه منك أنك أنت تبقى إزاي تخش الجوة الدافع مكان المساك إزاي أنك أنت تبقى صانع لعب في وقت من الأوقات إزاي أنك أنت تبقى لك دور هجومي في وقت من الأوقات هل بتتكلم الدكتور على التاكتك؟ على التاكتك الفردي لأنه هو هيتحول بعد كده للتاكتك الجماعي لازم أنميه الأول عند اللاعبين زي ما هقول لحضرك كل خط الأول بشكل فردي محمد عبد المنعم هو لعيب كويس جدا من أحسن الناس اللي موجودين في خط الضهر لكن كان عنده مشاكل في أنه بقاش مركز طول الوقت لأنه نهاردة بدأ مستر كولر يقول لأ أنا عايزك تبقى مركز يعني محمد كان عنده بيعمل حاجات هجومية كويسة جدا وأنه حاجات دفاعية أن الشغل يدفع كويس لكن هو كان بيبقى شوية عصبي محمد لأ بدأ يتعمله شغل جوه الفريق جوه من خلال الجهاز الفني أنه يتعمله شغل أنه يبقى عنده ثبات فعالي حتى المركز اللي جان بمحمد عبد المنعم ياسر إبراهيم أو محمود متولي يعني الناس مش راضية قوي على المقلق مستوى متطور جدا راح بقى بعد كده مستر كولر لخط الوسط النادي الأهلي كان فيه مشكلة ما كانش فيه صنع لعب بالشكل اللي هو اللي كانت فيه مندي مشكلة النادي الأهلي يمكن بعد رأيي يعني بعد رحيل عبد الله السعيد دي فمستر كولر ما قالش لأ أنا عايز بقى لعيب هو يمكن يكون مش مقتنع شوية بقى فشا لما جي فقال لأ أنا عايز طيب أنا مش محتاج بقى ما قالش أنا مش محتاج عايز لعيب وصنع لأ لا تعالى ديانج وحمد فاتحي ومروان عطية اللي هو جي النادي الأهلي بدأ يدربهم كان هو خط وسط النادي الأهلي بيميل أكتر للنواحة دفعية لا يا حبيبي أنا مش عايزك كده أنا أشتغالك تشتغل إزاي النواحة الهجومية بدأ يدي شوفنا حمد فاتحي هداف بالزبط وبدأ يحدد مروان عطية هو اللي بيستلم من خط الدفاع وبعدين يبتدي يبني الهجم الأدام ممكن ديانج وكان برضو شكله كان بيعمل شغل دفاعي وحمد فاتح هم اللي بيستلموا منه طيب يجي بقى الخط الأمامي برستاو وعندي وحسين الشحات كان هم برضو مستنيين الكرة تجيلهم لا أنا مش عايز مش هتعمل كده أنت هتبقى في الطريقة اللي هي اللي هي اللي بيلعب بها أربعة ثلاثة ثلاثة أنت لو تنزلوا تستلموا يعني أنت برستاو حسين الشحات تنزلوا تستلموا تبقى صناع لعب أنا ما عنديش صناع لعب مع التلاتة بتقلص الملعب فبقى عندي خمس صناع لعب وإمتى أنك أنت أنت تخش الجوة الملعب تبقى راس حربة وإذا كان فيه كهرباء موجود مع تغيير المراكز حسين الشحات وبرستاو نجحوا جدا في الجزئية دي فأصبح ده اللي عملوا على مستوى الأداء الفاردي طيب على مستوى الأداء الجماعي عمل حاجة مهمة جدا بقى الناس شايفاها حاجتين مهمين جدا إزاي يتحول من الدفاع للهجوم أو من الهجوم للدفاع طيب البلد أب آه خلص بقى في البناء عندي حالتين بعد بقى أنا اشتغلت الشغل ده كله النادي الأهلي حتى أصبح الأداء بتاعه أداء جماعي أصبح اللعب النادي الأهلي النهاردة بين أكتر من 20 نقلة أو 30 نقلة ده مش من فراغ ده تدريب أصبح التدريبات السلسية شوف تنفهمنا في المنطش الأخير 10 دقائية تقريبا الناس كان بتحسب عدد النقلات تجاوزت 100 نقلة تقريبا حتى لو مستوى الفرق اللي قدامي فرق دوري معينة ممكن مستوى ما يبقاش لكن هو إنجاز النهاردة الوان سري بلغة الكرة اللي هو بين ثلاث لعيب طيب التحول من الهجوم للدفاع من الناحية الهجومية للناحية الدفاعية عندي حاجتين هو بيعملهم دلوقتي مستر كولر عندي هل أنا هضغط على في اللحظة إن أنا فقدت الكرة فأنا هضغط من قدام بيعمل جا هعمله في جزء من المباراة والجزء الثاني لا هعمل ارددات سريع لللاعبين طيب التحول من الدفاع للهجوم هل أنا هبني من تحت هعمله هعمل ده في جزء من المباراة واللي هلعب كرات طويلة فيها دقة كبيرة جدا بهدف معين لبرستاو أو للكهربا بيعمل اتنين فأصبح هنا الحلول كلها موجودة ده اللي مستر كولر عمله مع النادي الأهلي أصبح فيه تنوع في الأداء ده كله عمله مش في محاضرة عمله عددك بتقول حاجة مهمة جدا يعني ماتش ساندونز احنا الناس فيه مدة للبناء يعني بيبني بابني حاجات دفاعية بابني حاجات هجومية الناس بس هي بتستعجل لكن هو فيه مدة للبناء لما يكتمل البناء النادي الأهلي اللي أنا شايفه لأ هيب الموضوع مشروع كبير جدا منظر gem beads